على الهوى معايا زميلي العزيز محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديدة ازاك يا حودة واخبارك وايه وحكي لنا ايه اللي بيجرى عندك يوسف ازاك نصال خير عليك طبعا وعلى كل شاهدي ومتابعي برنامج التاسعة برحب بيك كل حاجة حوالينا حلوة هنا زي ما انت كنت بتقول وفيها حاجات حلوة مش حاجة واحدة بس كمان فيه تفاصيل كتير حلوة وفيه فعاليات كتير حلوة موجودة في مدينة العالمين الجديدة احنا دلوقتي بنتكلم خلاص في الاسبوع الاخير لكن عايز اقولك الاسبوع اللي قبل الاخير اللي يعتبر انتهى مبارح بالسباء الرالي موتور سبورت السباء السيارات اللي كان موجود لكن خليني ابدأ معاك من حفلة الفنانة الكبيرة انغام صوت مصر اللي كان يوم الجمعة والحقيقة كان فيه حضور كبير جدا من كل الفئات العمرية اللي موجودة العالمين قرينا اللي على شمالنا دلوقتي في الممشا السياحي كان ممتلع عن اخره في الحفلة الخاصة بانغام صوت مصر والحقيقة هي نفسها كانت مبسوطة انها بتجنف مدينة العالمين الجديدة وكانت قالت انها بتبارك لنفسها وبتبارك لمصر طبعا على وجود مدينة جميلة سياحية زي مدينة العالمين الجديدة وكل الناس كانت موجودة الجميل بقى في الحفلة ده ان كل الناس كانت بتتفرج على الحفلة سواء طبعا كل الناس اللي في البيوت بتتفرج الحفلة كان مزاع على الهواء مباشرة او هنا في الممشا السياحي كان فيه طبعا الشاشات اللي بتكون ورانا في المول او بتكون في كل الاماكن اللي موجودة في الممشا السياحي فكل الناس كانت بتتفرج وده مجهود كبير الحقيقة قامت بيه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية في نقل الحدث على الهواء مباشرة وفي توفير كل الشاشات علشان الناس تتفرج وتستمتع بصوت مصر والحياة كان فيه تفاعل كبير جدا ما بين الجمهور وما بين حفلة أنجام والفعاليات طبعا استكملت تاني يوم بالرالي موتر سبورت وعايز أقولك أن ده السباق هو أول مرة يتعامل في مصر هنا فعشان كده كل عشاء السيارات وكل عشاء سباق السيارات كانوا موجودين فيه وكانوا مبسوطين أن الفعالية الرياضية دي موجودة ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة لأنه طبعا بيشمل حوالي سباقات عندنا درافتنج عندنا الفور باي فور عندنا سباقات تانية موجودة خاصة بالسيارات فكان فيه سباقات وسيارات موجودة ومنافسة شديدة جدا بين كل الموجودين والحياة كل المتسابقين أشادوا بفكرة التنظيم الموجود للبطولة وأشادوا كمان بفكرة أن يكون موجود سباق السيارات في الفعاليات الرياضية وكانوا بيتكلموا بفكرة السياحة الرياضية أننا مدينة العالمين الجديدة أصبحت بتستقبل دلوقتي بطولات كبيرة جدا وبقت دلوقتي مكان للسياحة الرياضية أن كل البطولات أنت عارف طبعا أنت هنا من البطولة العربية للجودو وكان فيها إشادة كبيرة جدا وكمان هتتعامل سنويا هنا في مدينة العالمين الجديدة فكمان الرالي موتور سبورت كان موجود هنا بمشاركة كبيرة جدا من كل المتسابقين والحفل انتهى مبارح بتوزيع الجوائز على المراكز الأولى لكن كمان كان في حفل فني جميل جدا وتجربة مهمة ومفاجئة كانت حلوة الحقيقة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بحفل الفنان أو المايسترو أمين بوتشاي المغربي في الفترة اللي فاتت كان انتشر يوسف فيديو كده على مواقع التواصل الاجتماعي أن الناس بتتفاعل مع المايسترو في أغنية جانا الهوى جانا فكانت الموسيقى بتعزف وكان الجمهور هو اللي بيجني ودي الطريقة اللي بيعتمد عليها المايسترو أمين بوتشاي وفرقته المغربية أنه بيوزع الكلمات الأغاني على الجمهور والجمهور هو اللي بيقوم يجني مع الفنان فالحقيقة الشركة المتحدة استطاعت وإدرت أنها تحقق مفاجئة للجمهور ويكون موجود معنا في زيارته الأولى لمصر والحقيقة كان الجو حلو قوي وكان فيه تفاعل كبير مع الأغاني اللي جنها أن الجمهور وهو بيغني حاجة تانية خالص فكان فيه استمتاع بالأغاني اللي كانت موجودة كان بيغني جانا الهوى جانا زيديني عشقا زيديني بتونس بيه كل الأغاني الحلوة أحلف بسماها وبطرابها فكانت الأغاني موجودة حلوة جدا وهنا نقطة مهمة أن مهرجان العالمين الجديدة قدر يحقق ميزة حلوة جدا وهي التنوع اللي موجود سواء في الفعاليات عامة أو حتى الفعاليات الفنية بشكل خاص يعني اللي كان اللي بيميل يعني للرومانسي فكان موجود اللي بيميل للشعبي فكان موجود اللي بيميل للجديد أو القديم فكان موجود كل الأزواء الفنية الحقيقة مهرجان العالمين الجديدة قدر أنه هو يراضي كل الأزواء اللي موجودة ويقدم لهم كل الفنانين الموجودين فدي كانت حاجة مميزة جداً في الفعاليات احنا يعتبر انتهينا خلاص من الأسبوع قبل الأخير هنبدأ بقى الأسبوع الأخير للأسف إنه هو الأسبوع الأخير يعني من مهرجان العالمين الجديدة لأن الحقيقة الأجواء هنا حلوة جداً خاصة مع حالة الطقس الجميلة والهواء الحلو والممشا السياحي للنسبة السامتة به إحنا عندنا بقى الأسبوع ده هيكون حافل بكل الفعاليات سواء الرياضية أو الفنية هيكون عندنا بطولة التجديف من يوم 24 لحد يوم 26 وهيكون عندنا طبعا بطولة كرة الطائرة الشاطئية ودي طبعا يعني هتبقى حلوة جدا والناس هتستمتع بيها جدا خاصة كل الناس اللي بتحب الكرة الطائرة بس هتكون لها طبعا طابع خاصة على الشواطئ بقى وعلى الرمل وعلى البحر الأبيض المتوسط اللي موجود ده غير كمان انه هيكون بقى في حفلات فنية جميلة جدا احنا عندنا مهرجان القاهرة للدراما هيكون يوم الخميس وهيكون كمان عندنا شرموفرز وهيكون عندنا راس وهيكون عندنا كايروكي وكمان من شوية تم الاعلان على انه يوم 25 يوم الخميس هيكون عندنا حفلة بقى بتجمع مين بتجمع محمود الليسي محمد عدوية ومسلم الصهرة دي هتبقى صهرة حلوة قوي طبعا والناس كلها هتقدر ان هي تستمتع يوم الجمعة عفوا هيكون فيه الصهرة الفنية دي طبعا موجودة والحفلات بقى اللي هتكون موجودة احنا هنا على الممشى السياحي بيبقى فيه فرق طبعا لوزارة الثقافة اللي هي فرق الفنون الشعبية كان فيه فرقة المينيا للفنون الشعبية وفرقة مرسى مطروح للفنون الشعبية عايزة اقولك كان فيه مزيج حلو بقى ما بين التراث الصعيدي والتراث البدوي بقى النهانة طبعا والناس كانت متفاعلة كانت بتحب التراث الصعيدي فبتتفاعل بقى مع فرقة الفنون الشعبية والرأس الصعيدي وما بين طبعا التراث البدوي اللي كان موجود ففيه توليفة حلوة قوي موجودة في مهرجان العالمين الجديدة سواء في الممشى السياحي او في العالمين قرينا او حتى فيه مصرح الشارع وعايزة اقولك انك كنت بتتكلم على فكرة الزيارات والكتوبسات اللي كانت بتيجي النهاردة كان فيه لقطة حلوة جدا وهي ان الاطفال اللي في مدينة بشاير الخير في اسكندرية احد المشروعات القومية المطورة كانوا موجودين النهاردة الحقيقة عملوا لهم زيارة حلوة ييجوا يتفرجوا فيها على مدينة العالمين الجديدة وراحوا اماكن وزاروا اماكن المدينة التراثية والمتحف العسكري ومنطقة الابراج وجوم هنا كمان الممشى السياحي الحقيقة لاطفال نفسهم مبسوطين وفخرين وانا لما اتكلمت معاهم لمست فيهم ان هما مثلا يعني مبسوطين بفكرة الابراج بالشكل بتاع المباني اللي موجود بالمول اللي موجود فالحقيقة هما كانوا مبسوطين جدا ان هما موجودين النهاردة وبيتفرجوا وبيشوفوا كل المشروعات اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة عايزة اقولك كمان ان هنا الشواطئ الصبح بقى بتبقى فيها الناس موجودة طبعا على البحر بتستمتع بالمصيف الجميل في مدينة العالمين الجديدة ده غير طبعا فاحنا بقى عمدنا دلوقتي برنامج موجود تقدر تقضي يومك في مدينة العالمين الصبح بتبقى على الشاطئ تستمتع بالمية الجميلة الحلوة شاطئ البحر الابيض المتوسط اللي موجود وعلى اخر كده اخر النهار بتبتدي الناس تخرج بقى للممشى السياحي تستمتع بكل بقى الفعاليات اللي موجودة اللي موجود هنا على الممشى السياحي هيلاء الفرق التراثية موجودة والفنون الشعبية مصرح الشارع مصرح الشارع كان فيه كمان فرقة الساقية للعرايس قدمت طبعا يعني يوم جميل لأغاني أم كلسوم واللي هيجي طبعا العالمين قرينا هنا هيكون فيه برضو مسابقات رياضية وهيكون فيه حفلات فنية فأنا عايز أقول لك اللي فات حلو واللي جاي أحلى واللي فات كان قوي جدا بس اللي جاي لسه أقوى واللي يعني اللي فاته حاجة من مهرجان العالمين الجديدة يقدر يعوض في الأسبوع وطبعا أتمنى أن كل الناس تلحق الأسبوع الأخير من مهرجان العالمين الجديدة لأن حقيقي ده المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط وده المهرجان اللي قدر فعلا يعمل توليف حلوة من الفعاليات الرياضية والفنية وقدر يبسط الناس الحقيقة يوسف الناس هنا مبسوطة جدا وفرحانة جدا لأن الناس أصلا كده كده ماشية أو بتتمشي على الممشى السياحي مبسوطة بكل الفعاليات اللي موجودة عارف أنت يقول لك إيه ليس من سمعك من رأى فأنت رؤيتك وإنت في قلب العالمين الجديدة مختلف عن الناس حتى كمان وهي بتسمع عشان كده أنا دايما نقول يا جماعة خدوا بعضك وروح رحلة اليوم الواحد وقضي يوم جميل وخب بعضك وروح بات في البيت وتمامها تنبسط أولا أشكرك زميلي وصديقي العزيز محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديدة